عدن لا تزال تحت وطأة الحرب وضع عكسه بيان الحكومة الذي وصف ما حدث في عدن في الثامن والعشرين من يناير المنصرم بأنه محاولة انقلاب فاشلة على الحكومة الشرعية نفذتها ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي البيان الصادر عن وزارة الخارجية شدد على أن المحاولات المستمرة والحثيثة لإعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه ميليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية انتهاك سافر لقرار مجلس الامن رقم 2116 وتهديد لأمن المنطقة وخروج عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ويضر بالمصلحة العليا لليمن لجنة التهديئة المرسالة من قيادة التحالف ظلت تعمل بعيدا عن الأضواء في عدن تماما كما هي الأجندة التي جاءت من أجلها إلى أن ظهرت أخيرا لترد على بيان الحكومة شديد اللهجة الذي عكس على ما يبدو خيبة أمل الحكومة والسلطة الشرعية إزاء تحركات التحالف في عدن الضابطان السعودي والإماراتي تحدث في بيان مرتجل ومقتضب من مقر قيادة التحالف في عدن عن أن هدف التحالف هو ضمان أمن استقرار اليمن وهو هدف لا يتحقق وفقا للمراقبين إلا بتمكن الدولة وسلطتها الشرعية وأدواتها الدستورية والقانونية صحيفة الشرق الأوسط أوردت في تقرير لها ما وصفته بأنباء مسربة تتحدث عن أن قيادة ما يسمى المجلس الانتقالي لديها مورونة في مطلب إقالة الحكومة لكنها متمسكة بحصولها على حصة ضمن قوامها الحالي يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دولة الكويت العضو في التحالف على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجار الله رفضها التطاول على المؤسسات الدستورية من القوى الخارجية عن الشرعية في اليمن المحاولة الحثيثة من قبل التحالف لمنح المكاسب السياسية للطرف الذي أشعل الحرب ضد السلطة الشرعية يراها المراقبون تكرارا حرفيا لسيناريو تمكين ميليشيا الحوثي الذي كرسها طرفا معنيا وشريكا بينما كانت تخوض حروبها ضد السلطة الشرعية التي انتهت بالسيطرة على الدولة وجر البلاد إلى حرب شاملة